اتنين قيادة تهوي إليها الأفيدة توسعنا في الأنصر ده شوية عشان نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن عايزك تبقى زي النبي تبقى زي النبي أيوة هو أنا حد يقدر يبقى زي النبي أيوة احنا مأمورين ان احنا نبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية بل وللبشرية جمعاء يتمتع بجمال الخلق وكمال النفس ومكارم الأخلاق والشيام النبيلة والشمائل الكريمة بما تتجاذب إليه القلوب وتتفانى دونه النفوس وكانت أنصبته من الكمال الذي يُعزق لم يُعزق بمثلها بشر أن النفوس فُطرت على حب الكمال كان على أعلى قمة صلى الله عليه وسلم من الشرف والنبل والخير والفضل كان من العفة والأمانة والصدق ومن جميع سبل الخير على ما لم يتمار ولم يشك فيه أعداؤه فضلا عن محبيه ورفقائه لا تصدر منه كلمة إلا ويستيقنون صدقها صلى الله عليه وسلم فكان وجوده في وسط الصحابة من أكبر عوامل الثبات وكانت مجرد رؤيته وسماع القرآن منه تهون عليهم كل ما يلاقونه من أصناف العذاب يبقى ده كلام جميل جدا ومهم جدا القائد اللي احنا قلنا أن سدنا النبي صلي عليه ودي نقطة مهمة أوي قلناها من الجذور نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال إن من الجذور الشيخ وجود شيخ إمام قائد في حياتك ليه الجذر ده اللي انت بتنتمي إليه اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحزيفة بن اليمان لما قال فماذا إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك إن الإنسان يبقى له شجرة بينتمي إليها الشجرة دي هو فرع منها هو ورقة منها هو بزرة منها هو سمرة من سمرتها هو حاجة يعض على أصل الشجرة يفضل بقى شابط فيها عشان ما يتلونش وما يتفلدش الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم وجوده شفت قلنا كده الراهب والغلام الغلام ده كان له شيخ أو الراهب بيحكي له كل حاجة يا ضربني الساحر ضربني لقيت دابة بقى عالج الناس بيحكي له كل حاجة والراهب بخبرته بيوجهه وبيدله وبيثبته وبيحذره هي دي القضية القضية وجود النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في حيات هؤلاء الصحابة مرجعية زي بولك كانت الدنيا تتزلزل كلها ويجري ساك ما يشوف النبي خلاص نفس الكلمة اللي قالها ابن القيم كنا إذا ساورتنا الظنون وساءت الأحوال أتينا شيخ الإسلام تايمية فما أن نراه ونسمع من حتى يذهب كل ذلك هي دي القضية أن يبقى ليك شجرة ودي مشكلة ناس كثير جدا وفي الزمن العجيب اللي احنا عايشينه أو اليومين العجيبين اللي احنا عايشينهم دول لي زيادة التفلت وزيادة الضياع وزيادة الضلال الفتن شديدة جدا وخصوصا في مساء الاستمساك بأصل الدين بقينا نشوف لحية على ما فيش وبقينا نشوف تبني أفكاره وضياع أنه يبقى ملتزم وعلى السنة وفي غاية الاستمساك لسه بيحكوا عن واحدة أصرت على النقاب واتطلعت عشان النقاب والآخر قلعت ولبس تستريتش شوفت عنده ومشي قال لا أنا شوفت بعيني أخ ديقول كده أبوه طارده من البيت عشان اللحية يا تحلى اللحية يا هطل أمك لا تطل أمي ولا لك دعوة بلحيتي سلام عليكم وساب له البيت ومشي وضاع برا يباد في المسادد وكان بيروح يباد في المكتبة بتاع أنصار السنة وبهدلة طالب كان لسه طالب في كلية دار علوم واشتغل هنا واشتغل هنا وبجنيه وبقرش والآخر بعد كل ده حلق اللحيته قال لا يا ابني ده حيتك دي انت ضحيت عشانها بحاجات كتير جدا إزاي الضياء ده هو ده إنك تحس إنك أنت كبرت عالشيخ إنك مش محتاج شيخ قال لك الدين هو مش محمد حسين يعكو أنا قدر أتمسك بالدين بعيد عن يتمسك وإحنا ما بنبكيش على حد ولا أنت وجودك ينفعني ولا ذهبك يضرني ده ملوش علاقة بي الموضوع ملوش علاقته بيك أنت يهم من ثبات على الدين إنك تثبت على دينك وإنك أنت تزيد إيمان وإنك تتقدم في الوصول إلى الله وإنتع له مقاماتك وعند الله عز وجل ودرجاتك عند الله هو ده المهم ماشي في السكة دي تواكه الله ابعد ما شئت وانقع عن الناس ما شئت لكن هي أهم حاجة ما بعد ولكن دي لكن سنن الله الكونية ما بتقولش كده إن حد يبقى الوحده وبعيد عن شيخ وإنه يكبر أبدا أبدا وإن ظهر ذلك وإن اغتر بغير ذلك وهتشوفهم كلهم اللي بدأ يأثر من لحيته واللي بدأ يعمل واللي بدأ يسوي واللي بدأ يقول ويتبنى رخص عجيبة جدا واللي يوالي الظالمين واللي يجامل المنافقين واللي يفتن في الدين واللي تاخدو زهوة الدنيا وشهوات الدنيا فلوس ولا لازم الضياع إلا أن يكون تحت مظلة إلا أن يكون تحت مظلة وفي خيمة ويعض على أصل شجرة لذلك لما يبقى في الناس فساد داخلي نفسي قلبي عقلي ربنا بيمنع النعمة دي إنك قعد كده هتدور ما تلاقيش حتة تأويله حرمت منها بذنوبك ومعاصيك طب لأن استطرد في أثره على أصحابه وتثبيته لهم تعالى لنرى أثره عليهم أثره صلى الله عليه وسلم على الكفار أنفسهم وكيف كانوا يهابونه رغم إيذائه ويصدقونه في بواطنهم رغم تكذيبهم له بألسنتهم تأمل معي هذه المواقف اجتمع ثلاثة نفر من قريش كان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبه ثم انكشف سرهم فسأل أحدهم أبا جهل وكان من أولئك الثلاثة ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم نقول في بداية كتاب السيرة أن في أحداث في السيرة قد لا تكون صحة أسانيدها صحة عند يعني يرضاها أهل المصالح لكن بالنسبة لسياق سرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد نتغاضى عن أشياء زي عن عنة ابن إسحاق خصوصا في سرده للسيرة وغيره ممكن نقبلها الشيء منها دي أن كان في ثلاثة من الكفار بيروحوا سرا يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يروح بالليل كده والنبي واقف يصلي يوقف مستخبي يسمع والتاني كان بييجي في وقت تاني والتالت ييجي في وقت تالت أو في أماكن مختلفة في ليلة قدر الله أن التلاتة يخبطوا ببعض يصبطوا بعض وهم يسمع إيه ده أنت بتعمل إيه هنا إيه ده أنت بتسمع أنت بتسمع أنت بتسمع في ويفه يقوله بيقول أبو جهل إيه رأيك بقى في اللي أنت سمعت إحنا سمعنا مع بعض أو عرفنا خليها بيني وبينك ما رأيك فيما سمعت محمد قال ما تسمعت تنازعنا وبنوا عبد منافي الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأطينا حتى إذا تحذينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا لنا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدق هو فكر إنها منافسة زي ما يقول إيه هو جاب عربية جبنا عربية بننا بالله بننا بالله اشترى في المكان فنان اشترينا عنده كده عنده كده بقدم بيقول بقى دلوقتي بقى ولي من أولياء اللي الصالحين تبدو هنجبها منهم بقى لا مش ولي ليه هو كده ليه هو مفكر إنها منافسة الدنيا فده بقى نبي نجيب من عندنا وحد يقول أنا نبي ازاي مش نبي ليه مش نبي هو كده مش هيبه أحسن مننا وكان أبو جهل يقول يا محمد إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت هذه كلمة ملهاش لازم بينقض نفسه يقول له أنت ما بتكذبش لكن اللي أنت بتقوله كده لا يعني مش يعني حاجة هو كده قالت عالث وقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقوله ودي تلامس قلب صادق فيتألم قد قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقوله زي ما قلت لك كده تعصر قلب المؤمن إن النبي كان حزين من كلامهم فربنا بوسي ويطيب خاطره فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اكتفل على هذا جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبركة على نبي محمد وأهله